الصور القديمة تعرض من جديد وباب العقوبات فتح على نظام الأسد وداعمه وسط تساؤلات إذا كان وقت محاسبة الأسد قد حان قانون قيصر نفخت الروح فيه من جديد بعد تمريره من قبل مجلس النواب الأمريكي تشريع ما أن يتم إقراره حتى تسري أقصى أنواع العقوبات على كل من يدعم نظام الأسد سواء في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي ومن يشارك في مشاريع البناء والهندسة كما تشمل العقوبات البنك المركزي إضافة إلى أي أفراد أو مؤسسات تساعده أو تقدم له دعما تقنيا أو لوجستيا بما فيه الميليشيات الإيرانية ما إن لاحق قانون قيصر في الأفق مجددا حتى ظهر الضوء الأحمر في وجه الاندفاع العربي والسعي الروسي نحو إعادة تدوير الأسد وأمام سعي هؤلاء إلى تثبيت موطئ قدم لنفسهم في محاولات إعادة الإعمار بات عليهم إعادة حساباتهم ومن هنا جاء تصريح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بأن حكومة بلاده ملتزمة بعدم المساهمة في إعادة الإعمار في سوريا قبل تحقيق التسوية السياسية التسمية جاءت تيومنا باسم قيصر وهو الإسم الحركي لضابط الشرطة العسكرية الذي هرب عام 2013 أكثر من 55 ألف صورة تظهر قتل النظام لأكثر من 6 آلاف معتقل وكان من المفترض أن تنتهي صلاحية القانون في أواخر كانون الثاني الحالي إلا أن الكونغريس وافق على تمديده عشر سنوات أخرى في انتظار أن ترتبط هذه العقوبات وما يماثرها بتحركات أوسع على المستوى الدبلوماسي والدولي يتساءل حقوقيون سوريون هل سيحقق هذا القانون العدالة في سوريا أم إنه سيبقى بيد الدول المؤثرة شكرا شكرا